وكل عام وحضراتكم بخير أيام العيد بيكون عندنا حلويات الخروف حلويات الخروف يعني الكبد، كلاوي حاجات الجميلة الحلوة للواحد بيبنك بيستنى من العيد للعيد علشان يستمتع بيها عندنا بقى اللسان بتاع الخروف ده أو اللسان الكندوز أو اللسان العجل أي أن كان تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعمل مع بعض كلاوي مع الرز رز بالكلاوي والمكسرات على طريقة الخاصة اللي هتعجب حضراتكم أنا بحب المكسرات وكل حاجة بس لما أنا كنت باكن رز وكلاوي ولا أحبات الفيل السودان ولا أحبات اللوز لسه بصحيتها وعفيتها هتكسل إسناني فنشوفه نعمل مع بعض إزاي رز بالكلاوي والمكسرات معنا اللسان الجميل هنعمله طاجن بالفريك والفريك بيحب الشريك مش عند الحمام وبس مشوف اللسان هنا يا فاروق اللسان يا ما اللسان ده عامل حاجات اللسان في قلب البوكي جارنيه بيستوي ده طبعا ياخد وقت كبير فاحنا بنسلقه كده وبندلعه مع بوكي جارنيه من الجزر والكرافس والبصل والتوابل عشان يبقى عندنا حطة اللسان جميلة جدا بص عليه كده بصة ده استوي وتهرت إيه ده ده طبعا الجزار الراجل الطيب قصيته قلت له يقشره لي وانا بستقه دلوقتي مع مسفص مستكة وبصل وجزر وكرافس والشوات الشربة دول انا مهتم بيهم لانه هنعمل بيهم الرز بالكلاوي هنخش على الاكلة التانية لانه عندنا شغل كتير النهاردة هنعمل ازاي طاجن الفريك باللسان او طاجن اللسان بالفريك المقادرة على الشاشة الفريك هو وسائد الموقف كلنا عارفين الفريك منتج من القمحة او السنبولة الخضرة قبل ما تستويه ده اهو موجود في الريف المصر والسعيد الموقف او بيتاخد هدايا من عندنا من هنا بني هادي بيه الناس الحبايب او سبلة الامح وهي خضرة ده الفريك عشان انه مفاهمينه المصطلح صح اما البرغه للناعم والخشن بعد الامح ما يستوي المرحلة التانية من سوى الامح والامح الصلب كمان حلو الكلام او ده الفريك الجاف عشان تاخد فريك حلو تعمليه مع حمام تعمليه مع فراخ لازم الفريك يتغسل مرة واثنين وثلاثة وانصفيم المياه كويس وبعدين نحط عليه معالية ارفة صغيرة وانسيبه على جنب او ده الفريك او عشان الشماخة بتاعته لانه بيتخزن او وانسيبه هتلاها شفت الحبة عاملة ازاي اه عاملة زي حبايات الترمس او شفت كبيرة ازاي او بصي او الفريك جاهز يتاكل ناي جاهز زي الفل مش ياخد وقت كبير عندنا اللسان بتاعنا في قلب النار ديبص عليه كده او الله هو ده طيب تعالوا نحضر بقى لموضوع اللسان طاس على النار وانا اشغل مع بعض كده اه هازا عامل شوية فريك حكاية ناخد بصالية نعمة بصالية دي هحمرها في معالية زبدة مش فيه زيت ولا سمنة اهو شفت ايه دي كفاية واستنى على الزبدة اهو وانزل بالبصل ده كده روح الفريك سمنة وزبدة بتجيبيه الزيت جنبه الفريك روحه زبدة وسمنة اه شفت البصلية دورتها ازاي في قلب الزبدة ماستنش على الزبدة لما تسيح اذا زي ما انا شغال كده حالوا الكلام اه ما هو المطبخ ده رؤية وفن لازم تبقى عارفة انت تعمل ايه ودي التوم بغيت كده احنا زي الفل يا عم الشيف تسلم ايدك يا عم الشيف وام بتشوهها عمار بننزل بالباشا بتاعنا ده كده الفريك يشرب الزبدة مع البصلية مع التومة اه حلوة هرم من الفريك هرم البهارات بتاعتي عالفريك شوية بابريكا نحب الكوركم شوية كسبرة مع كامون ده عالفريك شوية الملح التمام فلفل السود التمام ونقلب كل ده مع بعض يعم الشيف زبدة مع بصلة اه مع تومة اه مفيش سمنة ليه ممكن السمنة بس انا حافظ زبدة مع الفريك انا هوريك حاجة دلوقتي مخرجنا الجميل بجد تستحك الابداع شفت الكلوي شفت فصوص الكلوي بتعمل ايه في الشربة بتاعت الليسان سبها كده اه زي ما انا شغال كده اه اه واقلب الفريك مع البهارات دي كده اه وانا شغال اه واستنى عليها شوية اه ده الفريك قالك ما يحب الشريك قال ده انا هدخلك مع لسان دلوقتي حكاية اه ثبت سيخة تغير الطعمه ازاي اه هو ده اه ناخد شوية شربة حلوين من هنا نسمو شربة عام الفريك اه الله كمان شوية شربة الله اه ده الفريك اه بقى طعم اللسان اه كمان شوية شربة الله خلي شربة للملوقية ياشيف حاضر يا فاندي اه ده الفريك اه ونسيبه على النار اه الله شاية فريك حكاية انا بصراحة ده عايز لسان ولا عايز كروس ولا عايز اي حاجة اه 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 هو ده كفاية عليها استيوه اكله كده زي الفل الامانة الشربة غيرت من طعم الفريك اه هصيبه كده على النار اغطيه اه ده الفريك خلصنا منه تعالوا نشوف ايه موضوع الفريك اه اه هو ده الله الله على الحلاوة اه اه ايه الحلاوة دي عمش ايه الجمال ده الفريك استوه اه اه انا شخصيا اكل الفريك كده بس مش عايز اي حاجة تانية خالص اه حلوة هو اللسان اخبره ايه ناخد اللسان بتاعنا ده كده اه تعالي عن اللسان اه استوه هوريك ان هو استوه اللي ما استوهاش ده حمطه على البلانشة كده شفت اللسان الله ايه شوفت السكينة نزل زيه والله انا مش دايس على السكينة هي بتقطع لوحدها اهو 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 الله والله يعني عشان احنا بس هوا وعشان احنا بنعمل حلقة حلوة لو انا هاكل اللسان ده شوية فلفل اسود وشوية ملح والامانة وعليهم سنة كمون صغيرة وحطوهم في طبق جنبي واللسان ده في خمس دقيقة زمانه خلص صح يا مصري اه والله وقسه خلاص ايه بوضوع الفريق بقى واللي انت فيه ده عم تشيف ايه حتة اللسان وشكرا معتبها صلطة خضرة وتعشت اه الله اه تسلمي لك اشيف والله واللسان تحسوا اللسان كده يعني ايه اخذ بالك اه مستوي ايه حتة زبدة حمروف حتة زبدة مع رشة فلفل السود وملح بارد طريقة طريقة تانية تعمليه سندوتشات فهيتة لولادك نفس الطريقة دي وتجيب فلفل كده مع بصالية حلوة تشوحهم عمار وتجيب العيش بتاع السوريين ده اللي هو خبز الشراك او العيش الشامي الساج اسمه شراك ما بسموه شراك في الأردن خدت بالك وتجيبه وتحط اللبنة وتحط الكريمة الحمضة وتعملي السندوتشات الفهيتة باللسان مع الفلفل الملونة انا بديك افكار عشان مش لازم تعملي اللسان بالفريق زي الشيف ما بيعمل انت بيعملي افكار تانية خالص ده اللسان جاهز وعندنا الفريق جاهز اهو كل انا هعمله دلوقتي هجيب طاجد هندخله الفرق واحنا مع بعض ادب طاجد ااخد شوية فريق حلوين من دول حلو اه الله اه واخد عليك شوية شوربة حلوين من دول لا الرز ما يتقلبش خالص يا مخرجنا يا جميل انا خلاص مهدي النار عليه وسايبه اه وناخد عم اللسان الحلو ده كده الشوية اللي فيهم دول هون كده اهو الله الله مصلى على النبي ايه ده شفتها اهو تعالي بقى شوفي بقى احنا طبعا مع بعض من بعد رمضان بنشوف حاجات مختلفة بس انتو عارفين ان احنا طبعا في العيد الكبير لنا مفاجئات دايما على شاشة القناة الاولى مختلف بكلف تكيش حاجة اول يوم العيد شوفنا مع بعض عملنا الفتة وعملنا صليت رؤاء مصر كلها بتتكلم معنا والوطن العربي بطريقة مختلفة حبة البركة مع البيد مع الحليم تركيا كده حلو الكلام؟ وطبعا عدل السفرة السلطة الخضرة والبطير موضوع مش مكلف خالص بس الموضوع جديد حلو؟ ده المختلف عندنا وده اللسان الله يكسلمين اه 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 وده اللسان بتطريقة جديدة انتم مش متعودين تاكلوه دايما اه لا بصراحة يعني لو جينا للحقيقة انا بحبه كده نفس الطريقة اه 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 بحبه مش بيعرفينيك لا انا عامله بطريقة جديدة عشان احنا عملناك كزا مرة اه 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 ادي اللسان كل القصة دلوقتي اعمل حاجة جارنش له كده وادخل الطاجن ده الفرن ينفعش ده ده لازم ياخد حقه السان هنا لازم ياخد حقه كل القصة ااخد القرن ده كده والقرن ده كده حلو الكلام جشويتر وزميله دول كده وهعمل تركاية حلوة كده بما ان احنا ايه لازم نعمل طاجن حلو اه واحنا نشغلين الفرن ايه اخبار درجة حرارته مية وتمانين اه ضربة معلم عندك اعتراض اه اه ها دي الفلفل الله بيقدمش بحبه وناخد الفلفل الأحمر ده كده الاولاد بيحبوا الحاجات ده على فكرة طبعا انت عايز المضمون اللسان وخلاص لا الالاد لما يلاقوا الطاجن ده متجرنش وفيه برزنتيشن وفيه الوان وفيه حاجات حلوة بيحبوا الحاجات دي كده اه ده اه نتفل حر بسم الله الرحمن الرحيم اه نفسك تفسف هناخد الفلفل الملونة دي مع بعضها اه كلفناش حاجة الموضوع خالص معهم الرزماري الحلو ده كده تقلبهم كده مع بعض بكزي بس كده عشان موضوع حل فصلتهم حلو كده شوية باعدونس حلوان كده اه حل ونمسك الخضرة دي رحطها كده هنا الله عليك عمش شيفة هيخش النار دلوقت بناك فين عشار النار طاجنت تحفة لوحة درجة حارة الفرن كام؟ مية وتمانين يخش كده طبعاً هزر عشاً عندي الشرب بتاعت لسان العصفور اه بسم الله الرحمن الرحيم بص على الحلوة بص على الحلوة اه اه ثاني اسقية اسقية محبة فريك لسه ياخد خلي بالك اه فريك لسه ياخد اه اه درجة حارة الفرن عند مية وتمانين كله مع بعضه كده الفانة وشيفة اه درجة حارة الفرن عند مية وتمانين يلا مع السلامة طبعين بص له كده اه اه على فين على فين يا غالي اه 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 نسين يلا نافل الفرن اللهم صلى على النبي ايه الحلاوة ده خبرة مصرية في قلب الفرن